السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفة والفيديو اللي يجيب لكم اليوم هو جلب الحبيب بالصور. نعم بصورتك وصورتي سوف تجلبي وتجعلي خاتم في اصبعك. سوف يصبح كل باله وكل عقله وكل تفكيره معك ولن يرتاح له البال والضمن حتى يتصل ويأتيك ويعتذر ويصبح مثل الخاتم في اصبعك. نعم مثل الخاتم في اصبعك. سوف تلاحظين هذا الشيء وسوف تذكرين كلامي بعدها هذه الوصفة. يعني سبحان الله وصفة معجزة. وكل من اعطيته لها وكل من جربته لاحظت الفرق ولاحظت النتيجة في مدة خسارة. يعني سبحان الله وصفة معجزة وتعطي نتيجة في مدة خسارة. اذا كان هذا الانسان زوجك وتغيرت معاملته معك في البيت. اصبح لا يحترمك. اصبح بينكم بلود عاطفي. بهذه الوصفة سوف تهيجي وتجعلي خاتم لاصبعك. يعني لو يذهب فقط للعمل يأتيك في المسوء وكله حنين. كله شوك. كله مودة. ولا نلتاح له البال ولا الضمار حتى يكون بقربك حتى يكون بجانبك. اذا كان هذا الانسان طليقك. نعم بهذه الوصفة سوف يأتي ويطلب السماح ويعتذر ويأتي باب بيته اهلكم. ويطلب السماح وتعود مياه المجالة وتعود لبيت طليقك الذي سيصبح زوجك كما في السابق. يعني سبحان الله وصفة معجزة وتعطي نتيجة في مدة خسارة. واذا كان هذا الانسان حبيبك بهذه الوصفة سوف يصبح زوجك. يعني سبحان الله لن يرتح بال والضمر حتى يكون بقربك حتى يعني ع시ي تطلب منك زوج حتى يكون لأنو هي ملهوف عليك التفكير ومعك بالو معك يعني سبحان الله وصفة معجزة فهذه الوصفة هي سهلة سهلة جدا. كل ما سيحتاجها هو العسل الحر العسل الحر العسل الحر ثم صورته هو صورته هو وصورة انتي وصورة كنت مثلا هاتي صورته انتي وهذه صورته سوف اخذ السورتك وثم ورقة وقلم ورقة وقلم. اذا اخذین الورقة متل هذي وقلم. وستكتبين ما سأملئ عليك الان بالحرف. ما سأملئ عليك الان بالحرف. سوف تكتبين ما سأملئ عليك الان بالحرف. اول شيء قلنا تأخذين الورقة وقلم. بالنسبة لهذه الوصفة. اذا قمت بعضها في رمضان выше احسن توقيت في رمضان يمكنه أن توقيت لت鄭 الليلا او العاشرة او فما فوق يعني في المساء بعد الثالث العالي اذا قمت بها في توقية غير رامضان يعني ايضا بعد صلاة المغرب. سواء في رامضان او خارج رامضان في بعض الصلاة المغرب. يعني بعد الصلاة المغرب. يعني في ميosا. في الليل. اه يعني حوالي الساعة التاسعة العشرة هكذا الحادية عشر هكذا. اول شي قلنا سوف تكتبين لسكت صورتي مع صورتك. لسكت صورتي. أو لسقط صورتي مع صورتك إلى الأبد قلبك لن يميل لأي أحد جلبتك جلب فراقي يجيك صعب ألسقط صورتي مع صورتك إلى الأبد قلبك لن يميل لأي أحد ألسقط صورتي مع صورتك إلى الأبد قلبك لن يميل لأي أحد جلبتك جلب فراقي يجيك صعب ألسقط صورتي مع صورتك إلى الأبد قلبك لن يميل لأي أحد جلبتك جلب فراقيجيك صعب. ثم تعود للسطر وترسمين النزمة السوداسية هكذا. ترجم ترسمين النزمة السوداسية هكذا. ثم تحتها ايضا نزمة السوداسية اخرى. هكذا. هكذا. نجمتين سوداسيتين. وتكتبين هنا فلان ابن فلانة. يعني اسمه هو اسم امي. اذا لما يتوفر معك اسم سوف تكتبين فلان ابن هو حواء. ان اذا كنت لما لا تتعرفين ما هو اسمSpeonfa يسبب تكتبين في مكان اسم امي هو مساح و فلان ابن هو حواء. ثم تكتب هنا اسمك وņمك. فلان بانت فلان ابنت فلانة. يعني فلان ابن فلان ابن فلان ابنت فلان ابن ابنت فلانة. ثم اسمك pensa واسم ابنك. ثم تكتب الاحرف الناريه هكذا. الف الاحرف الناريه هكذا في الخانة. المم. هة. MARIYA. مين. فا. طا. ذال. ذال المعجمة. ثم تكتب الاحرف النارية ايضا هنا. تكررها اولا. الف مين. شين. ها. فا. طا. ذال. هكذا. 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 التلصم يعني سأعيد. ارصق صورتي مع صورتك للابد. قلبك لن يميل لأي احد. اه جلبتك جلب فراقي جيك صعب. يعني جلبتي جلب وفراقي جيك صعب. ثم نجمتين سوداسيتين. ثم تكتبين وسطهم الاحرف النارية. والاحرف النارية معروف في عالم الجلب. انه تهيج الانسان. يعني تجعله يعني مسلوب الطعام مسلوب الاراضة. يعني صبح كل باله وكل تفكيره وكل عقله معك. يعني سبحان الله وصفه معجزة. وكل من جربته لاحظت الفرق ولاحظت النتيجة في مدة قصر. يعني سبحان الله وصفة معجزة. ثم تأخذين اول شيء صورتك انتي هكذا. صورتك انتي هكذا. وتقوم تطليها بالعسل. تقوم تطليها بالعسل هكذا. تقوم تطليها بالعسل. طلي الوجه هكذا بالعسل. هكذا. هكذا. تقوم تطلع الوجه جيدا. هكذا بالعسل. هكذا. 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 ثم تأخذين صورته ايضا. تأخذين صورته ايضا مثل هذه صورته وهذا هو وجهه تنطلئه بالعسل. وجهه ايضا بالعسل. هكذا. هكذا تنطلئ السور بالكامل. هكذا بالعسل. هكذا. وتأخذين صورتك وتلثقها مع صورته هكذا. هكذا الوجه مع الوجه هكذا بالعسل. تنصق واجه كواجه بالعسل. ان تصبح على قد تكون كلها عزل. مثل العزل. سبحان الله وصفة معجزة. وتعطي نتيجة في مدة قصيرة. تعطي نتيجة في مدة قصيرة. ثم تأخذين الصور وسط التلسم هكذا. وسط التلسم هكذا. 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 هكذا وسط التلسم. هكذا. 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 وتقوم بطلقة التلسم من هذا الجانب ومن الجانب الاخر. هكذا. بالعسل. هكذا. من هذا الجانب بالعسل هكذا. هكذا. بالعسل. هكذا. ثم من الجانب الاخر ايضا. ثم من الجانب الاخر ايضا. هكذا. هكذا. تحاولي للصيق التلسم هكذا بالعسل. هكذا بالعسل. سبحان الله وصفه معجزة تحتني الجهاز في مدقة سيرة وكل من جربتها لاحظت الفرق في مدقة سيرة ثم تترك هذا الترسم حوالي 40 دقيقة يعني تضعي فوق مكان الثاني تحت السرير تحت الدولاب يعني تحت الخزانة في مكان المخبئ 40 دقيقة أو أكثر 40 دقيقة أو أكثر بعد أن تمر 40 دقيقة وأكثر تخذين هذا النار وتشعرين فيه النار جيدا حتى يحترق بالكامل حتى يحترق هذا الترسم و يحترق صور بالكامل بمصر الحراء في عدًا وما تت ng extranuring وتمي بت مكان نظيف أو حديقه حтобها رمية ولما لا تترجم تحياتي من الشيخ نوصل في التواصل وهي تجد عمل خاص ويج нужно الذي هو هذا. تحية لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.